مسائل فل على جميع المشاهدين او المتابعين من مواريد برج الجوزاء لو انتم من المشاهدين فقط فيشعرفنا ان انتم تبقوا من الاعضاء معنا في القناة بمجرد الاشتراك خلاص تبقوا من الاعضاء المتفاعلين معنا في القناة وعند تفعيل الجرس كذا دمانتم ان اسبوعيا هيجي لكم اشعارات من القناة بكل ما هو جديد عن توقعات الفلك لمواريد برج الجوزاء مواريد برج الجوزاء بداية شهر جديد شهر مارس ونهاية شهر فبراير شهر مهم لكم مواريد برج الجوزاء قبل ما اتكلم عن شهر ثلاثة او شهر مارس وتوقعاته وتحركاته ليه فقط تعليق صغير هعقب عليه بالنسبة للفيديوهات السابقة في اخر فيديوهين كنت انا بحذر بحاجة معينة بالاخص لو اعلاقات مثلا كنت بحذر بطريقة رسمية يمكن عملتها فيديوهين وحتى في كانت تعليقات من الناس بتقول لي مثلا انت حذرت نفس التحذير ليه بصة مواريد برج الجوزاء انا ماينفعش او غمراء ما تحصل عندي في القناة ان انا هتلاقى مثلا فيه تحرك سلبي بالنسبة للمال وتحرك سلبي بالنسبة للعمل مع تحرك وحش بالنسبة مثلا للدخل وقال لك انت الاسبوع ده هيبقى اسبوع وردي بالنسبة للمال يعود لك منين يا جوحى عشان نبقى متفاهمين انا بتكلم هنا بصراحة لما بيكون فيه طاقة خير في حاجة خير بفتحها وبقول لكم الخير فيه طريق خير جاي كتير لما بتكون فيه حاجات صعبة بقول لكم اه معلش يستحمله خلي بالكم الطاقة دي ممكن تبقى ملازمة كل اسبوع اللي جاي حتى دي نقاط مهمة اللي بيتتبعني في القناة عارفني بالحادة دي دايما بقول لكم الخير وبقول لكم برضو من الصعب مش بقول الخير فقط عشان اجيب مشاهدات ولايقات عشان بصراحة اللي بيتفرج عن فيديوهاتي مش هيسمع الخير فقط لا هيسمع الخير ولا ايضا لو فيه بس الحاجة بعد الشر حاجة مش كويسة لكن انا مش هقود اتكلم فقط في الخير عشان ادى جمع لايقات ومشاهدات دي بس بداية الكلام لكن سريعا لو هنتكلم على التحركات اللي متواجدة عندكم برج الجوزاب عشان تفهموا الحكاية والليلة عبارة عن ايه يا موليد برج الجوزاب فيه التحركات السابتة بقالها سنين معاكم وهو تواجد زحل في البيت العاشر اورانوس في البيت الاثناشر وبلوتو في البيت التاسع طيب واحدة واحدة كده عشان بس تبقوا فهمين الليلة انا اللي بقول لكم دلوقت عليه التحركات اللي موجودة بقالها سنين يعني مثلا فيه زحل ده يخلصتوا كمان سنة ونص اورانوس وبلوتو قدامهم سنين لكن واحدة واحدة بلوتو في بيت التاسع ده بالنسبة لكم يا جوزاب بيت الحظ بلوتو ده بيت ده يعني تليجي مظلم جاي على بيت الحظ لذلك كانت له الحظوظ مش بيقفل الحظوظ لا مش ماشية زي الطبيعي ده اللي بيقثر مثلا الاخ بلوتو معك في حظوظ اي حاجة في مجال الحياة العموم طيب اورانوس في البيت الاثناشر. اورانوس ده في البيت الاثناشر لو سألت اي حد عبارة عن ايه? تواجد اورانوس ده في البيت الاثناشر? فقالك ده بيت السجن وبيت القتل وبيت الجرائم وبيت اللي بيقف اسود. تحس ان يعملك التحرك ده تحرك رهيب وفعلا. لكن دي تحركات سابتة بقالها فترة متواجدة. تواجد ايضا زحل في البيت العاشر. بيت العلاقات واللي بيقين لك الناس الكويسة من الوعشة واللي بيقين لك نفسك وشخصيتك دي تحركات ستة سنين تحركات الامر واي تحركات قواكب تانية هي القريبة من الشمس لما بتقدم هنا بنحاول نطلع كويس والتحذيرات اللي ممكن تقابلكم وبنوع عليه بنقول اهم التوقعات لذلك اقولنا سريعا ايضا التحركات اللي هتبقى متواجدة معاكم في خلال شهر مارس هم تحركين على برجين فقط هم تحركين فقط على البيت العاشر والبيت الحداشر ليكم يا برج الجوزاء فلو قلنا يوم تسعة تلاتة هيبقى الاعتارد في البيت الحداشر اه حداشر تلاتة الزحق الظهرة هيبقى في البيت العاشر تاني الشمس في يوم سعتاشر تلاتة في البيت الحداشر المريخ يا خشوا له كلا بدربتين في اخر الشهر في البيت العاشر طيب بيت العاشر والحداشر يا حنتكلم في علاقات بنتكلم في اتصالات وحركات التواصل ما منكم هيبقى فيها توازن نوعا ما في بداية الاسبوع او في بداية الشهر وفي نهاية الشهرة فيها مع دخول المريخ في البيت العشر يضرب بعد التوازن ده. ده مثلا ملخص. ملخص عن الفتر. لو تكلمنا بقى سريعا عن الاسبوع ده او اول اسبوع اللي هيبقى من يوم تلاتة حتى يوم تسعة يا موليد برج الجوزاء. نبدأ اياه اهم التعقعات عشان نبقى واضحين. انت تعبت الفترات السابقة يا موليد برج الجوزاء تعبته كتير اللي انتو عشان تخطروا التقوى تقومه او تنجحه شيء. تعبتك تقوم وتنجحه شيء ازا كان مسلا علاقة عمل مشروع فكرة لكن المشكلة ان الشخص المفروض يبقى جنبك او بمرأة صاحب في ظهرك هو اللي بيخلق المشاكل. عندكم معظم كتير برج الجوزاء في خلال الفترة دي هيقابلكم الموقف ده طبعا مع اختلاف المجال زي ما احنا قلنا ازا كان مسلا في عمل او ازا كان في علاقة او ازا كان في مسلا في النشاط اجتماعي او ازا كان في الصداقات او مسلا يعني تعاملات جديدة هتلاقي مفروض الشخص اللي مفروض بقى جنبك هو اللي عاملك اللي خلق لك مشاكل. موليد برج الجوزاء كمل انا بقولها لكم كملوا لان التقاط خير الفترة دي هتبقى جميلة يا موليد برج الجوزاء. كمل وممكن يعني مع الوقت. هيبين لك الغرض اللي كان بيحصل ده ومش كوي ومش وحش اللي انت تعرف قدام اللي هيحصل كمل زي ما انت ماشي. طيب في خلال الاسبوع ده او خلال عشرة ايام دول يا موليد برج الجوزاء هيجي لكم الفرصة اللي انتم تتعلموا شيء جديد. انا بقولها لك اوه هيجي لكم فرصة تتعلموا شيء جديد. توكل على الله الفرصة دي هتبقى جميلة جدا بمكاسب مالية للمستقبل. فرصة ان الشيء اللي انت تدخل عليها عشان تتعلمه اليومين دول يا موليد برج الجوزاء هيبقى ليه بامر الله مكاسب جميلة جدا جدا جدا. في المستقبل لذلك خش بقوتك عشان تتعلم الشيء الجديد ده. ازا كانت شيء جديد بتتعلمه او شيء مثلا بتزود تعليمك عليك. كنت مثلا بتعلم شوية وهتزود عليه او شيء جديد خلص وهاز تتعلمه. وانت داخل فترة عشان تتعلم الشيء ده. توكل الفكرة جميلة جدا اللي انا يبقى فيها مكاسب جميلة جدا في المستقبل. نشر طيب. في بعض المجالات من حولك. ازا كان عمل. موهبة. مشارط اجتماعي. ان شاء الله يا موليد برج الجوزاء الفترة هتبقى جميلة جدا كنجاح بامر الله. بامر الله نجاح. ده هيبقى عنوانكو حتى في الفترة ولذلك حتى هنكاتب في عنوان الفيديو مكاسب. كاتب في عنوان الفيديو مكاسب. لان انت من شاء الله الفترة تتبقى جميلة جدا. في عند البعض امور مالية هتبدأ تزبط بطرقة جميلة. عند البعض الاخر في علاقات هتبدأ يعني توصلها للنهاية اللي ان شاء الله هتبقى خير. ويمكن في العلاقات دي ايضا نقطة هنتكلم عنها شوية كده. لكن سريع لما نتكلم ايضا في الامور المالية. ميولك لاصحاب المال والسلطة والنفوذ خلال الفترة هتزيد وهتقابلك. الميول دي هتزيد وهتقابلك. بالبلد جود الساعة تسعة. هتبقى دي جميلة هتقابلكم يا البرج الجوزاء. وانتو محتاجين الى الطاقة دي لان ان شاء الله انتو جايين تقوموا ام صح. هتقوم ام صح يا جوزائيين. لذلك توكروا على الله خلي فيك الجراءة والشجاعة اللي هتبقى اساسة متواجدة عندكم في خلال الفترة. بساطة حركات الامر اللي هتكلم عليها. الشجاعة والقرارات الحاسبة هتبقى من طبعاتكم. لذلك توكروا فيك اي حاجة قرارات مالية. خشي بقى المجامد ان شاء الله خير. بالنسبة للشريك. انت كده وكده هتصارح شريكك. على المكان بها شريك الحياة العاطفي. انت كده وكده هتصارحه. لكن انت بتدور على الطريقة الصحيحة. انا هنا بشجعك ان انت فعلا دور على الطريقة الصحيحة. لان انت كده وكده ايضا هيبقى عندك قوة رجنة جميلة عندك. هتعرف بلسانك هيبقى جميل. فلسانك جميل مع الطريقة الصحيحة انت كل واحد ادرى بالشريك حياته. كل واحد ادرى بالطرف التاني. انت هتعرف او انت هتعرف ازاي تقوله جملة صح. كلام الصح. اللي هتصارح بيه الشريك يمكن عند البعض المصارحة دي هتبقى خير اه ممكن بعض يعني عند البعض اخر ممكن تقلم بزعل لكن عقلك هيمشيها صح في موليد برج الجوزاء لو اتكلمنا على الامر الامر بيوم تلاتة واربعه بمتواجب معكم في البيت السابع وده هو الطربة مباشرة في العلاقات والشراكات بجميع انواع اذا كان شراكة مع الحبيب الشراكة في العمل ان شاء الله هتبقى تقاط خير لان فيه تحركات الامر بالاخص تحركات الكواكب بالاخص سعتارد هيبقى في ظهركم ايضا في نهاية الاسبوع ده هيساعدكم في مهيتكم بالنسبة لتوطيد علاقات توطيد شراكات ده هتساعدكم جميلة ان شاء الله طيب تواجد الامر في البيت الثامن انت هيبقى تركيزك الاساسي هو المال الان شاء الله ان شاء الله تبقى تقاط مال خير عليكم ان شاء الله التركيز جده في المال حوانا جدود البعض الاخرى بلخص من الرجال ستكون فيه جرد فولي ممكن يحصل في الامور المالية حوانا جدود البعض الاخرى بنشر میروم شهمت باهم مالية وتسويات تسويات او قضايا ومحكمة الاسرع ممت Vernon هذه حاجات ده ستزيد اوى قوى ايضا لو مثلا مش غير بعجدات ده ستزيد المقابل جد 간وى الذي ستكون فيungen زي ما احنا قلنا ركوات الجرد الاعمال مثلا هيبقى دلوقت ان اقول لك عايز اعمل جرد فان شاء الله التقاط مهمة جميلة بالنسبة للمال كخطوات ايضا انت تضع نقطة على الحروف بالنسبة لامور مالية هتبقى خليكم وسريعا تواجد الامر في البيت التاسع ده دايما بيحد لت البيت من تواجد بلوتو في البيت التاسع اللي عمل لكم ازمة في الحظوظ فان شاء الله على نهاية هذا الاسبوع او بالاخص من يوم سبعة لغاية يوم عشرة ان شاء الله هتبدأ الحظوظ تبدأ تمشي تبقى في صفوكم واللي ان شاء الله هتبقى ابتقاط خير عليكم يا موليد برج الجوزاء باقه عام ان شاء الله الفترة هتبقى خير هتبدأ تريح نفسيكم شوية بلخص الصعبات اللي قابلتكم بلكده في الفترات السابقة وايضا الفيديو القادم ايضا في ايضا تحركات مهمة هنتكلم عليها لكن هو التحذير طبعا في خلال الشهر من تواجد المغيخ في الحوت من يوم 22 دي ايضا هتبقى تحسيرات في نهاية الشهر هنتكلم عليها في الفيديوهات القادمة لكن بواجهة عام ان شاء الله هيبقى شهر مهم لكم من البرج الجوزاء اللي انت تبدأ تقوم مرة اخرى لانت تكمل مصارات انت كنت رسبت لها لنفسك وده الوقت اللي انت تقوم بتنفيذها فبالكده هيبقى صناعة حالة النهاردة اتمنى ان اتنال اعجاب حضراتكم ومتسوش لاحظوا ان ابدأ عجبتكم ومحتاجوا القناة اعجب حضراتكم والاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومالف سلامة